بعد هذه الجولة المميزة نور من الأخبار المنوعة لحروح لمساحتنا الطبية لليوم نتعرف سواء على مشكلة صحية بتصيب العين خلال مرحلة الطفولة العين الكسولة ما هي رح نتعرف عليها بالمادة التالية العين الكسولة هو انخفاض الرؤية في إحدى العينين ينجم عند التطور البصري غير الطبيعي في وقت مبكر من العمر غالبا ما تدور العين الأضعف أو الكسولة للداخل أو للخارج تتطور المشكلة من الولادة وحتى السن السبع سنوات وهذا هو السبب المؤدي إلى انخفاض الرؤية بين الأطفال يمكن للتشخيص والعلاج المبكرين أن يساعدا على الوقاية من حدوث مشكلات طويلة الأمد في رؤية الطفل لكن كيف يمكن للأهل أن يميزوا إصابة طفلهم بهذه المشكلة؟ نعرف الجواب مع ضيفنا في استوديو صباحنا غير دكتور أنسي جراد رئيس الجمعية السورية لأطباء العين واختصاصي في علاج أمراض العين وجراحتها سلمة لنتعرف أكتر على هالمشكلة الصحية بشكل أوسع من رحب بيئة الدكتور أنا سأجر الدكتوراه في الطب العيون وجراحتها ورئيس الجمعية السورية لطب العيون يسعد صباحك وهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية السورية يا صباح نور شكرا لكم هلا وسهلا فيك دكتور يعني تعرفنا هيك بشكل سريع من الأنترو التعريفي اللي سبق حضرتك عن مشكلة العين الكسولة خلينا نتعرف منا بالمفهوم الطبي بشكل أوسع العين الكسولة هي معنات أنه في عين أحسن من عين لما بتكون في عين أحسن من عين العين اللي مانا عم تشتغل مظبوط وما بشغلها خاصة عند الأطفال ما بشغلها مظبوط تصير تبدأ تكسل الكسل معناته أنه أنت عندك عين سليمة مية بالمية كل أعضاءها سليمة كل حركاتها سليمة بس هي ما عم تشتغل بشكل سليم مثل العين الثانية المشكلة هون أنه هي هي بتصير عند الأطفال والطفل متل ما بتعرفوا أنه يعني ممكن ما يحكي وما هالأعراض هاي ما ما يقولها لحده بصير فيه إهمال شوي بصير في عنا عين سليمة عم تشتغل مية بالمية هي اللي بيكون معتمد عليها الإنسان وماعتمد عليها المخ وهذا الشي بيسبب إهمال العين الثانية وبصير تكسل شوي شوي الكسل يعني أنه هي ما بتقدر تشوف حتى لو حطنا لنظارة مو ما بتقدر تشوف ما بتقدر تشوف بشكل مية بالمية بتشوف بشكل خفيف حتى بالتصحيح بالنظارة بالعدسات ما بتقدر توصل للمرحلة مثل العين الثاني هي مسميها عين كسولة طيب إذا ما نحكي عن الأسباب قبل ما نحكي عن أعراض وكيفية العلاج كيف ممكن أعرف أنا أنه هي العين كسولة يعني هي بتمر مرحلة الطفولة ولا هي ممكن تكون عيب خلقي ولا هي وراسة هلأ هي هي المشكلة أنه هي بتصير عند الأطفال العين كسولة عند الأطفال هي غالباً 90% أو أكثر هي شكل خلقي بيكون عنا عين كويسة والعين الثانية فيها درجات مثلاً فيها نقص فيها انحراف فيها مد بيخليها تهمل أسبابها هي اللي حكي تعالنا أنه اختلاف بالدرجات أحد الأسباب يعني أو ممكن يكون فيها أي عنا مشكلة تانية بالعين مثلاً في عنا مشكلة بالمي بيضة خلقية أو أي غباشة بالقرنية أو أي شيء بالشبكية وما انتبهنا له لحنا ما بيعد يعتمد على العين بيصير يعتمد على العين الثانية بتصير عين كسولة طيب دكتور بما أنه هي المشكلة بتنشأ عند الأطفال وهي العين الكسولة موجودة عند الطفل كثير من الأطفال بسن معينة مبكراً ما بيقدروا يعبروا بالشكل الصحيح عن أي مشكلة ممكن يكون صحية لهيك ممكن يكون الكشف عندنا متأخر وبالتالي بيصير علاجة أصعب كيف العرض الأساسي اللي ممكن نلحظه أو يلحظه الأهل على الطفل وبأي سن تبدأ هاي المشكلة لحتى يقدروا الأهل يعرفوا أنه لأ هاي مشكلة العلاقة بالعين العلاقة بالعين الكسولة تحديداً هلأ هو الصراحة الاعتماد كتير على الأهل بهاي المرض هذا بالذات هلأ لحنا مشكلتنا الأساسية وهي لحنا منواجهها كتير كطباء أنه عطول عم يجينا الطفل بعمر متأخر يجينا بعشر سنين حل المشكلة هي قبل 8 سنين حتى بالـ 8 سنين بيكون متأخر هي بالسنوات الأولى يكشفها بقال إحنا ما بنقدر نكشفها لأنه الطفل ما بقدر يعبر بالسنوات الأولى غير بالفحص هي سببه يعني أنت عم تقول كل المشاكل تجي مأخرة لعندكم يعني أطفال بعمر متأخر سبب الإهمال ولا عدم الانتباه عدم المراجعة بشكل دوري لأنه بنعرف أنه لازم يكون فيه دكتور للأطفال يراجعوا بشكل شهري هلأ هو الطبيعي أنه الطفل كل سنة يفحص مرة على الأقل حتى أو على الأقل مثلا بعمر الثلاث سنين الأهل يفحصوه لا يتأكدوا شو طبيعة العيون كيف عم يشوف فيها هلأ الواقع أنه ما بصير هالحكي ما بصير هالحكي بصير أهمال والولد ما بيقدر يعبر كونه هو عم شوف صورة كويسة لأنه عم يستخدم العينتين لما بيكشفها يعني كتير أحياناً بتصير هي بالمدرسة أنه بالصف الأول في عندهم فاحص هذا كتير كتير شغلة مهمة وكتير عم يساعدنا بهالموضوع أنه بيغطولوا عين بيطلع بالعين تاني ما بيشوف بيطلع كل اعتمادوا على العين واحدة بيحولوا على الطبيب العيون وهي بتزيد المشكلة بتفاقم المشكلة لما ما بتنكشف بوقت مبكر هي المشكلة الأساسية فيها أنه ما بتنكشف يعني لحنا لازم نكشفها بوقتها كل ما كان أقل بالعمر كل ما كان نسبة العلاج أكثر وعلاجة هو سهل بالنسبة لنا طبعا هي للطفل كتير صعب لأنه هي علاجة أنه أنت بس تسكر عين وإذا بنا نحكي بس على الأسباب لما عم يروح الطفل على المدرسة عم يعملوا له فحص عم يطلع أنه في عين أحسن من عين كتير أحيانا عم يصير أنه في طفل ممكن يصير مشكلة بعين بالعين السليمة أو يأكل ضربة عليها أو شي بيطلع أنه بالعين التاني ما عم يشوف بيجينا هلأ هو الشي الأمثل أنه لازم الأهل يأخذوا الطفل كل سنة مرة على طبيب العيون ليتأكدوا إذا وضعوه منيح ولا لا المشكلة بالعين الكسولة غير العينتين هلأ لو هو عنده نقص بالعينتين أكيد بيشكي أنه أنا ما عم يشوفه منيح تمام العين الكسولة أن الطفل هو عم يشوف لذلك ما عم يشكي وما عم ينتباه الأهل ما عم يأخذوا بيضل عم يعتمد على العين الصحيحة أنا كتير بنوه على نوضوع الأهل أنه لازم تفحصوا الطفل غالباً بعمل ثلاث سنوات أكيد يمكن في كتير من التفاصيل الأهل بيجهلوا فبنحاول يمكن نسأل أي سؤال بيخطر على بال الأهل هن عم يتابعونا إذا اكتشفت مثل ما قال الدكتور بمرحلة مؤخرة طريقة العلاج بتكون كيف مختلفة الشفاء بيكون بدرجة معينة أو لا لما أنا تكون الحالة مؤخرة فبتكون الحالة حكير فبس معلش أنا غير سؤال شوي إحنا إذا اكتشفنا بالحالة المبكرة مبكرة شو لازم نعمل كتير في مسؤولية على الأهل العلاج هو أنت تشوفي أول شي شو المشكلة مثلا هو عنده سوء مطابق عنده سوء انكسار لازم نعالجها مثلا بدون نظارة أو عنده مثلا مي بيضة خلقية أو أي شي موجود لازم نعالجه العلاج بيكون بعد هيك أنه بده يسكر العين السليمة بالنسبة لنا هذا سهل الطبيب يسكر العين السليمة بالنسبة للطفل هذا شي كتير صعب 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 لأنه أول شي أنت عم تسكره العين تاني شي أنت عم تسكره العين المنيحة اللي وطول عمره ما اعتمد عليها هذا كتير بعذب الأهل كمان هو العذاب للأهل الولد ما بيعرف اللي عم يصير أنه إذا الولد ما اعتمد يعني أحيانا كتير بتضحك على الأهل بيلون ومسكر 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 وهذا اللي احنا بدنا نسابق الزمن فيه يعني اللي احنا عمعنا وقت محدد كل ما كان أصغر بيستفيد أكثر طبعا إذا اكتشفت مؤخرا قديش بتسكر العين ممكن أنا استفاد من الوقت وتكون المعالجة بالشكل سريع هلأ هون بيختلف إذا اكتشفناها وقديش نسبة للكسل إذا اكتشفناها بالصغر يعني ممكن نسكرها حسب الوضع ممكن نسكرها مثلا ساعات مثلا ثلاثة أربعة ساعات باليوم لمدة طويلة أو ممكن نسكرها مدة أطول أنا أحيانا بيطلب من المرئيض أو الأهل يسكروها عشر ساعات يعني طول اليوم عمليا بيسكر العين السليمية طول اليوم بس لما بده يروح على المدرسة طبعا مشان لحنا الرفقاته وهشي يعني حالة الاجتماعية بنقول له يقيم اللزق بس بيسكرها طول اليوم تعطي نتيجة كتير منيحة هلأ إذا كان خفيف ممكن يسكرها عدد ساعات أقل نعم الشغلة الثانية للسؤال حضرتك سألتين هي هذا الكتير هو لازم ناخد حذرنا فيه إنه لحنا بعد عمر معين ما عاد فينا نعمل شي تعالج ما فيه تدخل جراحي خلص يعني فيه بعض الحالات مثلا مثل الحوال أو الانحراف الشديد بيدخلوا جراحيا بيشدوا عضلات العين العين الكسولة ما بينطبق عليها هذا الموضوع العين الكسولة ممكن تسوي حوال بتمين العين لحنا ممكن نعالج ندخل جراحيا إنه نرجع العين كجماليا نشد العضلات نشد العضلات ونرجعها بشكل مكان صحي بس كنظر ما بنقدر نعمل شي ليش لأنه العين الكسولة أصلا هي ما عندك مشكلة أنت عندك عين سليمة مية بالمية يعني هي كل أعضاءها سليمة بس هي ما اشتغلت بس هي ما اشتغلت هي ما اشتغلت بالضبط العين الكسولة هي عين فاقدة الوظيفة أو يعني منخفضة بالوظيفة ما فينا نعمل شي ما عنده ماء ما عنده أمراض تاني زال كتير مهم و هذا كتير ونأكد عليه للأهل إنه هذا شي بده يكون بعمر صغر نعم لهيك كان بدي أسألك دكتور يعني نحن عم نحكي عن إنه تأخر العلاج ممكن يؤدي لفقدان الوظيفة أو العمل الحقيقي للعين الكسولة بأعمار مختلفة وحتى الجراحة ممكن ما تكون جيدة مية بالمية وما تعطي النتيجة أنا لحتى ايه؟ تماما لهيك فترة العلاج قدي خلينا ننبه الكل اللي عم بيتابعنا ولازم يتم في الالتزام بشكل واضح وصريح فترة العلاج هلأ بالدراسات الأخيرة أول شيء أنه لازم يكون قبل 8 سنين هذا يعالج هلأ فترة العلاج أحيانا بتكون شهر أحيانا ممكن تاخد ستة شهر إذا كان عندنا نسبة الكسل عالية مع استخدام الوسيلة المعالجة مثلا النظارة أو إذا مثل ما حكيت بده عمل ليه مي أو شيء تسكير ما في عنا حال تاني غير تسكير العين هاي العلاج تبع الأمثال العين كسولة بس برجع بنوه أنه يعني العين كسولة هي عين مبصرة مو أنه ما عم يشوف أبداً هو عم يشوف بس هو عم يشوف خفيف وما بيتحسن أكثر من هيك خلينا نعطي بعض النصائح للأهل من خلال شاشتنا كيف ممكن أنا أنتبه فعلياً غير المراجعة الدورية لما قلت أنه هي ما بتنتبهت دائماً في حالات مؤخرة تيجي لعنكم متأخرة أنا مثلاً كأم بخاف على أولادي كيف بدي أنا أنتبه أنه في اعتماد على هاي العين أو خلص من المراجعة هي الدورية خلص هذا الموضوع بيكون لا أهلا في كتير شغلات سهلة أول شيء أنه إحنا بدنا مثل ما حكينا المراجعة هاي الحالة ممكن الأهل بالبيت لحالهم عطولي يسكروا عين للتصل طبعاً بعد ما يصير واعي بعد الثلاث سنين يسكر أحياناً يقول له شوف لي شو مكتوب بعد التلفزيون طبعاً مو شوف الشغلات الكبيرة لأنه مثل ما حكينا هي مبصرة شوف لي شو مكتوب هون شوف لي شو هذي يقارن بين العينتين إذا لا أنه في اختلاف في العينتين طبعاً لازم فحص أحياناً ممكن يكون في اختلاف في الدرجات الشيء الثاني الأهل لازم يلاحظوا بالعين عطولي ينتبهوا إنه إذا فيه شيء أي تغيرات أحياناً ممكن يكون فيه مثلاً نقطة بيضة ضمن العين لأنه هي بيكون مثلاً ساد ولادي الأهل ما بينتهب وهو لغير بوقت متأخر طبعاً بالنهاية كله بدي يرجع للطبيب لحتى يفحصوا ممكن يكون في عنا مشلب بالقرنية كل هاي مع بعضها ممكن القرنية لما يكون فيه مشكلة إحمرار أو ممكن تعمل الدمع ممكن بتلاقي إنه العين السواد تبع العين اللي هو منشوفه بشكل واضح ممكن يكون مختلف بين العينتين وممكن الإحمرار عطول ممكن إنه في عين عنا أكتر من عين يعني فيه اختلاف الواحد بيلاحظ إنه فيه هاي العين غير هاي العين وكمان غير هيك إحنا بدنا نشوف الأجزاء العين بشكل كامل إنه مثل ما حكينا إنه هن يعني متابعين بعض يعني لازم نشوف القرنية شو وضعها نشوف العدسة نشوف الشبكية نعم الفحص كامل نعم دكتور حضرتك قلت ببداية حديثنا إنه مشكلة العين الكسولة هي مشكلة خلقية عيب خلقي يعني ما بيدخل فيه كتير الوراثة ولا بيدخل فيه عوامل أخرى هيك الطفل بينخلق معه هاي المشكلة 90% إذن ما في شيء معين هو أدى لهذا السبب يعني ما فينا نقول تصرف معين أدى لهذا السبب ولكن الإهمال بفاق من مشكلة إذن كيف ممكن الأهل يتعاملوا مع هذا الشيء شو السن اللي بتنصحهم إنه أنا أخذ الطفل وأفحصه يعني موت ثلاث سنين مشا ما نكون بدأنا بالمشكلة شو السن تحديدا وشو الإجراءات مضام إنه ما في شيء بإيديهم يعملوا باعتباره هو عيب خلقي أنا مثل ما حكيت إنه أكيد قبل 8 سنين لازم يكونوا معجين بس بتلت سنين والسنة الأوضاء الطفل لازم يشوف طبيب عيون وبالست سنين لما بيدخل المدرسة كمان لازم يشوف طبيب عيون حتى يتأكد من النظر في شغلة تانية يعني هلأ نوهتي حضرتك عليها مو عطول هي خلقية متل ما حكينا أحيانا ممكن يكون في عنا مشكلة صارت الأهل بدون ينتبهوا وهذا كتير بصير بيجي لعندي مريض والله من سنتين أكل ضربين بس ما والله من كام شهر فات بعينه شي لازم نشوفه لأنه هذا شيء ممكن يكون أسر لحنا الأطفال أي شيء بصير معهم الأحسن يعملوا فحص ولو هو فحص عادي بيتأكدوا طيب دكتور بالختام سريعا إذا ما نحكي مثل ما قالنا مرض لعين الكسولة هو مرض بمرحلة الطفولة بيسيب الأطفال من الأمراض الشائعة لدي عيون عند الأطفال للأهل ينتبهوا يعني مشاكل شائعة أو أمراض شائعة عند الطفل أفواً كيف يعني أمراض شائعة بخصوص العين بمرحلة الطفولة بإضافة للعين الكسولة بحيس أنا أنتبه أنه ممكن يكون في عنده مشكلة بالعين غير العين الكسولة هي العين الكسولة اللي حنا نحكينا عنها هي الأمراض اللي مانا واضحة مانا معروفة مانا واضحة يعني ما يلاحظوها الآن بس هو في كتير أمراض في عندك الرمض ممكن يصير طبعا في عندك أي مشاكل تاني في عندنا السادة الولادي في عندنا الاعتلال القرنية هي بتيجي أحيانا مع الخلقية كمان يعني وغير هيك في عندنا مشاكل خلقية بالشبكية ما فينا يعني فيه منها بتتعالج وفيه منها ما بتتعالج هاي هلأ بتبين هاي لأنه بتكون بالعين تان ووضح هي المشكلة الأساسية بالعين الكسولة أنه مو واضحة لأنه عين وحدة أما هذيك بتكون مبينة وغير النظرية ممكن يكون غير النظر ممكن يكون شغالات بالعين الأحمرار الالتهابات في كتير أحيانا أطفال بيجي معهم الالتهابات بالملتحمة أكيد وكل هذا بنهاية بينحل لما بروح عند الدكتور بالوقت المناسب في مرض كتير مهم هو انسداد مجرى الدمع هذا بيجي عند الأطفال كمان هو ما بيأثر على النظر بس بيضل في دمع بشكل مستمر كمان هذا بيجيب أكثر بحلقات قادمة عن مواضيع تانية وعن أمرات تانية ولكن اليوم نتشكرك على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا أهلا وسهلا شكرا لكم شكرا لبرنامج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر